زي مثلا برضو من ضمن الكلام اللي بيتقال في حق اتصد يقولك ايه احمد احد مقدم البرامج يعني يقولك ايه احمد قندوسي النادي الاهلي اشتراه اه عند في نادي اقر لمجرد انه مايروحش طب مايمشيش معاك اللي بيقول هذا الكلام يعني ان النادي الاهلي تعقد مع لعيب جزائري متواجد مع منتخب بلده مايمشيش معاك الكلام ده مايمشيش معاك ان هذا اللعب كان مشارك في نهاية كاس الأوم الأفريقية للمحليين مايمشيش معاك انه شارك مع النادي الاهلي في كل المسابقات على حسب رؤية المدير الفني ولا هو يجب ان يكون هناك تشويه وخلاص اي حاجة بيعملها النادي الاهلي خش وشاو حتى لو تعقد مع لعب مميز زي القندوسي هتقول لي اعارته مدير فني هو اللي بيختار وهو اللي بيوعير وهو اللي بيشوفه وبيعمل ايه هو من امتى النادي الاهلي بيشتري لعيب بالعند في نادي اخر الاهلي لا يتعاقد مع لعبين الا في اطار احتياجاته الفنية فقط نجاح اللعب من عدمه انا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الامر قبل الموضوع قبل ما ناخد الاجازة قلتلكم انه انا ممكن اتعاقد مع لعب كبير جدا واسم كبير جدا ولكن لا ينجح فيه لعيبة كتيرة جدا واسماء كتيرة جدا انتقلت من هنا الهنا 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 ولكن فيه لعيب في ليفر بول انا ناسي الاسم الحقيقة انتقل لبرشلونة افتكر الاسم يعني هفتكره دلوقتي لكن لعيب ده كوتينيو كوتينيو فليبو كوتينيو كوتينيو كان في ليفر بول عامل ازاي مكسر الدنيا مكسر الدنيا هازرد في تشيلسي كان عامل ازاي ولما راح ريال مدريد عامل ازاي هل ده معنى ان هازرد لعيبه عش انا هنا ما بقرنش قندوسي ولا فلان ولا علام باي حد من دول ولا بتكلم هنا على لعيب بعينه ولكن انا بتكلم من مبدأ نجاح اللاعب ونجاح التجربة بيحكمها تفاصيل كثيرة جدا وبالتالي ده كلام مش في محله انا بس مش عايز اقول ان هو اللي صار في النظر عن مشاكل اندها اخرى اللي هي نظرية كنا بنتكلم فيها قبل كده وهي نظرية بص العصفورة العصفورة عمالها الطير لكن ما تيجي نتكلم عن الامور الاخرى هو مش النادي الاهلي كان بيعير لعبين خلال الفترة السابقة كتيرة جدا اللاعبة دي فيه منهم اللي بيرجع عن النادي الاهلي وفيه منهم اللي ما بيكملش مع النادي الاهلي هي ليه دايما الناس بتشوف السلبي امن حق كل واحد ينتقد ويتكلم زي ما هو عايز ولكن هل الامور تصل الى هذه الدرجة صدقوني النادي الاهلي لا ينظر لمثل هذه الامور انا شخصيا بتفائل لما بشوف مثلها هذه الاشعاعات بعرب دايما ان النادي الاهلي ناجح طول ما الاهلي ناجح وبيحقق بطولات هتلاقوا يعني اطراف كتيرة جدا بتحاول تطلع اشعاعات وتضرب اخبار وكلام على سوشال ميديا وفي كل المواقع او في بعض القنوات كمان لمجرد شيء واحد فقط وهو محاولة هز استقرار النادي الاهلي او كسر فرحة جمهور ان شاء الله ده مستحيل يحصل لان الاهلي وجه مهوره في حتة تانية الاهلاوي دايما بيشوف ناديه بعينه هو مش بيشوف الاهلي بعين حد تاني بيشوف الاهلي من خلال النادي الاهلي ومنصاته وقناته ومسئولية ولكن مش بيشوف النادي الاهلي في بعض الاخبار والقنوات المضروبة الحقيقة